تم السلام دكتور ليش ما تم حتى السلام مع بايدن يعني هذا ما تحقق مع العلم هدف فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي كان يوم الثنين انه قبل يوم اجوي حتى يحققون هذا السلام الودي انا اقول لك يعني يتحمل بشكل مباشر انا لا يعني اميل لك شخصنا وزير الخارجية والبعت الدبلوماسي تتحمل ما وقع في السوداني من خطأ كبير بصراحة لان هذه الاجراءات وانا بعضت لك جنابك بعضت لك البروسيجة اللي هو الاجراءات كيفية تتم التحقيق مع الرئيس الامريكي في البيت الابيض او في خلافة دا ينظر شفت جنابك وانا دا عملها ترجم تلعان هذه الاجراءات مو حاطيها على ما يشوفون السودانية وغيرها اي رئيس دولة بالعالم لازم يمر بهاي الاجراءات وهذه الاجراءات يبدو انه يعني الفاعل الدبلوماسي ما يشتغل عليها حسا ليش يعني ما سلم عليها راح اقول لك ليش دولة اولا بايدن تحت ضغوط كبيرة جدا ضغوط لم يشهدها اي رئيس امريكي سالد حتى اكثر من الضغوط على ترامب يعني صارت عليها من حزبها الان داخل الحزب الديمقراطيك وتوجهين اول يريدها بعد ما يرشح والثاني الحقيقة دا يوابق على مسألة الازاحة اللي بدوها الجمهوريين انه يزيحوا الرئيس من المكتب البيضاوي هذا جزء من عيدها الحقيقة وراح اربطها بالطرحة المهم اللي طرحت انه يكون تشريعات قاعد تجرى لها بالسيناتور هناك ثلاث اربع سيناتورية جمهوريين مهمين واحد معهم هو في الولايات فلوريدا واوتوز اعتقد اسمه هذا الحقيقة دائما يضغط على الرئيس بايدن بتغيير سياسة من العراق اشتركوا في القناة